من جديد يعود نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً هان بن بريك إلى الواجهة ولكن هذه المرة من باب الفتية لا من باب السياسة كما اعتاد تقديم نفسه منذ تسلمه مهام قيادة المجلس عاد بن بريك لسيرته الأولى كشيخ سلفي متطرف وتذكر قدرته على الفتوى وفقاً لإجازات من مشائخه وأفتى بقتل جنود الشرعية التي يزعم أن رئيسها ولي أمره الشرعي الأمر يتعدى صاحب الفتوى إلى أبو ظبي المستضيفة له والتي صارت بشكل واضح تتبنى توظيف الخطاب الديني على طريقة داعش وميليشي الحوثي هذه الفتوى دفعت مراقبين للتأكيد على دور بن بريك في سقوط العديد من ضحايا الاغتيالات من الدعاة وأئمة المساجد وضباط الدولة في عدن وغيرها خصوصاً وأن هناك وثائق تحقيقات أمنية أشارت لذلك في وقت سابق متابعون حذروا أن مثل هذا الخطاب يتياوز البعد السياسي ليمثل خطراً جديداً يضرب التماسك الديمغرافي لسكان المحافظات الجنوبية التي ينتمي لها غالب منتسب قوات الشرعية المشاركين في المواجهات الدائرة بين قوات الانتقالي والحكومة في أبيان لم تكن فتوى بن بريك وحيدة فقد تزامنت مع صدور فتاوى مشابهة من رجلي دين آخرين موالين للمجلس الانتقالي بالإضافة إلى تصريحات مناطقية من قيادات عسكرية وسياسية تابعة للمجلس وهو ما يعني دخول المجلس المدعوم من أبو ظبي مرحلة جديدة لن تقف فيها الحرب عند الحدود القائمة في الأثناء لا يزال التساؤل قائما حول موقف التحالف ممثلا بقيادته السعودية من مثل هذا الخطاب الذي ترعاه أبو ظبي ويستهدف الشرعية التي يزعم التحالف أنه جاء لدعمها وما إذا كان التحالف برمته هو من يقف وراء هذه اللعبة التي تستهدف عمق النسيج اليمني في سياق مشروع تفكيك اليمن الجاري الآن